بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علم ينفعنا وزدنا علما واجعله لنا حجة نياد الجلال والإكرام نرحب جميع الطلاب والطالبات في الصف الثاني الثنوي ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ وإياكم بمراجعة سورة الواقعة نأخذ أهداف الدرس من أهداف أولا طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى وأيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالي من الأخطاء وتطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبر وخشوع وأيضا حفظ الآيات حفظا صحيحا خالي من الأخطاء من أداب تلاوة القرآن الكريم أولا الإخلاص لله عز وجل والطهارة من الحدث الأصاري والأكبر والنظافة وذلك باستخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل والاستعادة في أول قراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة في أوائل السور وكذلك تجوز البسمة في وسط السور وتحسين الصوت بالقرآن الكريم والقراءة بتدبر وخشوع والتسبيح عند آية التنزيه وأيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد وكذلك الاستعادة بالله عند آيات الوعيد كالاستعادة بالله من النار هذه بعض أداب تلاوة القرآن الكريم والذي ينبغي لي كل مسلمين ومسلمين يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل وقبل أن نبدأ إياكم بقراءة الآيات من سورة الواقعة نرجو من جميع الطلاب والطالبات فتح المصحف والمتابع معنا حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكية مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثار اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بعد ذلك نأخذ إياكم أهم الكلمات التي يمكن يقع فيها الخطأ أول كلمة معنا في قولها عز وجل فقل الله عز وجل كلمة فأصحاب تلاحظوا معي هنا ألف صغيرة بعد الحاء فأصحاب فأصحاب وأيضا في قول الله عز وجل في كلمة وقليل من الآخرين نلاحظوا أني نسمع من الطلاب والطالبات الخاء تكون غير مكسورة هنا الخاء مكسورة وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين وأيضا في كلمة على سرور تلاحظوا معنا المكسورة الثانية على سرور موضونة على سرور موضونة وقبل أن ننتقل الصفحة التي بعدها نأخذ إياكم هنا بعض أحكام التجود بعض أحكام التجود من أحكام التجود في قول الله عز وجل خافضة الرافعة لو سألناك من على الحكم تنوين أتى بعد الراء والراء من حروف أي حروف حروف خافضة الرافعة إدغام بغير غنة وأيضا من ضمن الأحكام في قول الله عز وجل وكنتم كلمة وكنتم ما نعوه هذا الحكم نقنون ساكنة أتى بعد التاء والتاء من حروف أي حروف هل هو إخفاء حقيقي ولا إظهار حلقي أحسنتم إخفاء حقيقي وكنتم وكنتم بعد ذلك نأخذ هنا بعض المدود في قول الله عز وجل هباء مبثة كلمة هباء ما نعوه هذا المد هل هو مد من فصل ولا متصل أن يعرف فضل أحسنتم مد متصل لأن الهمز والمد في كلمة واحدة هباء هباء وأيضا من ضمن الودود في قول الله عز وجل أولئك كلمة أولئك هذا المد من فصل ولا متصل أحسنتم مد متصل لماذا؟ لأن الهمز والمد في كلمة واحدة أولئك أولئك يمد كم حركة أربعة وخمس نأخذ الصفحة التي بعدها نأخذ هنا في هذه الآيات أهم الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل معنى أول كلمة لا يصدعون عنها وَلَا يُنْزِفُونَ وَلَا يُنْزِفُونَ الدال هنا مشددة ومفتوحة لا يصدعون وكذلك كلمة وَلَا يُنْزِفُونَ وَلَا يُنْزِفُونَ غالبا يقع فيها الخطأ كلمة إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا تجد هنا ألف صغيرة في كلمة سلاما وكذلك سلاما أخرى إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا نأخذ بعد ذلك هنا أهم الكلمة أو بعض حكام التجويد بعض حكام التجويد من حكام التجويد في قول الله عز وجل بأكواب وعباريق بأكواب وعباريق ما نوع هذا الحكم من يعرف فضل أحسنتم هنا إدغام نقول إدغام بغنة تنوين أتى بعد الوا والوا من حروف الإدغام بغنة بأكواب وعباريق وأيضا من ضمن أحكام التجويد في قول الله عز وجل وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما نقول تنوين أتى بعد الميم والميم من حروف الإدغام إدغام بغنة إدغام بغنة وأيضا ضمن الأحكام في قول الله عز وجل وحور عين كلمة وحور عين هنا تنوين نقول أتى بعد العي والعي من حروف أي حروف إظهار شفوا لا إظهار حلقي نقول إظهار حلقي إظهار حلقي وحور عين بعد ذلك نأخذ بعض المدود بعض المدود من ضمن المدود في قول الله عز وجل جزاء كلمة جزاء من عز المد هل مدود فصل أو متصل نقول مد متصل لأن الهمز والمد في كلمة واحدة جزاء 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 وأيضا من ضمن المدود في كلمة ولا تأثيما سلاما من عز المد نقول مد طبيعي مد طبيعي يعني مد مقدار حركتان تأثيما سلاما كل هذه مد مد طبيعي نأخذ بها كذلك هذه الآيات أهم الكلمات التي ممكن يقفها الخطأ في قول الله عز وجل أول كلمة في قوله سبحانه وتعالى وفاكهة وفاكهة في علف صغيرة تنتبهون إليها وفاكهة وفاكهة وأيضا في قول الله عز وجل عروبا نلاحظ هنا الخطأ فيها بالزكون الراء هنا الراء هنا مع علمتها لضم عروبا عروبا أترابا عروبا أترابا وأيضا الكلمة وثلة من كيف تقرأ من الآخرين كسر الخاء وثلة من الآخرين الآخرين هذه هم الكلمات التي يعني يمكن أن نقع فيها الخطأ نأتي بعد ذلك إلى بعض حكام التجويد في هذه الآيات في قول الله عز وجل في سدر مخضود في سدر مخضود ما نوع هذا الحكم هل هو إدغام أم إظهار أنا أعرف تفضل أحسنت هنا هنا تنوين أتى بعد الميم والميم من حروف الإدغام بغنة في سدر مخضود إدغام بغنة و أيضا في قول الله عز وجل وماء مسكوب كذلك هنا إدغام بغنة و أيضا من ضمن الأحكام التجويد في قول الله عز وجل إنا أنشأناهن أنشأناهن هنا أين الحكم في كلمة أنشأناهن نقول أنه ساكنة أتى بعد الشين والشين من حروف أي حروف إخفاء حقيقي ولا إظهار حلقي ولا إقلاب نقول هنا إخفاء حقيقي إنه ساكنة تبعد الشين والشين من حروف فالإخفاء الحقيقي إنا أنشأناهن وأيضا في قول الله عز وجل ثلة من الأولين كذلك هنا تنوين أتى بعد الميم ولميم من حروف أو أي حروف الإدغام بغنة الإدغام بغنة وأيضا كانت ثلة من الآخين إدغام بغنة نأتي بعد ذلك إلى بعض المدود بعض المدود في هذه الآيات أول المدود معنا في قوله سبحانه وتعالى وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ منع هذا المد هل مد منفصل أو متصل أو طبيعي نقول هنا مد منفصل لماذا مد منفصل لأن الهمس في كلمة والمد في كلمة هل مَا وذلك الكلمة أصحاب تجد هنا مد منفصل مد منفصل وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَحُكْمُهُ جَوَازِ الْمَدِ وَأَيضا من ضمن المدود في قوله عز وجل وَمَا إِنْ كلمة وَمَا وَمَا لو سألناك ما نوع هذا المد تفضل أحسن مد متصل لماذا مد متصل؟ لماذا؟ لأن الهمس والمد في كلمة واحدة وَمَا وَمَا وأيضا من ضمن المدود في قوله عز وجل ايشاء ما نوع هذا المد؟ مد مم فصل أو متصل نقول متصل ايشاء تلاحظوا معا في في آخر الآية أو في الآخر الكلمة ايشاء هذا مد عوض وضع عن التنوين إنشاء إنشاء كلمة هنا إنشاء هنا مد متصل لكن في آخر الكلمة إنشاء هذا مد عوض كذلك في قوله عز وجل وثلث من الأولين والآخرين منع هذا المد في آخر الآية الأول والآخرين الآخرين نقول مد منع هنا المد من يعرف تفضل نقول مد عارض السكون مد عارض السكون يمد كم حركة إما حركتان أو أربع أو ست حركات على حسب قراءة القارئ من الأولين وثلث من الآخرين هنا مد عارض السكون مد عارض السكون الآن نقرأ الآية الآية مرة أخرى بأن الآيات حفظ و الحفظ الآيات أو الحفظ لا بد أن يكون تكرار و كذلك حفظ على مصحف واحد و كذلك تكرار أتكرار و ترد الآيات مما يعين على الحفظ إن شاء الله نقرأ الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا و بست الجبال بسا فكانت هباء و كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة و أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة و السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين و قليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب و باريق و كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون و فاكهة مما يتخيرون و لحم طير مما يشتهون و حور النعين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما و أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسكوب و فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة و فرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاءا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين و ثلة من الآخرين لأن قرأنا الآيات مرة أخرى و قرأنا الآيات برواة حفص عن عاصم بقصر منفصل من طريق الطيبة و القراءة الأولى أخذناها برواة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية بالتوسط و تلاحظ هنا في الآيات هنا الواقعة كاذبة القارئ هنا لا بد أن يظهر الها في آخر الآيات نقول واقعة كاذبة رافعة حتى تظهر الها عند آخر الآيات وهذه يعني الها من حروف الضعيفة لا بد من إظهارها حتى تكون لسامعة أن هناك ها وهكذا انتهينا من الآيات من سورة الواقعة و نؤكد على الطلاب و الطالبات مراجعة حفظ هذه الآيات و كذلك الحفظ على مصحف واحد و كذلك قبل ذلك استماع الآيات قبل حفظها حتى تكون بإذن الله الطلاوة أو الحفظ خالبنا الأخطاء و في الختام نشكركم على حسن استماعكم و إلى درس آخر و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر